تتناقص حصة المواطن الأردني من المياه سنويا بشكل تدريجي حتى أصبحت المملكة من أفقر الدول على مستوى العالم من حيث توفر الموارد المائية وزارة المياه والري والجهات المعنية الأخرى تبدل جهودا للتغلب على هذه المعضلة من خلال تنفيذ مشاريع عدة مزيد من التفاصيل حول هذه الجهود في التقرير التالي ما زالت المخاوف من تناقص حصة الفرد الأردني من المياه تزداد شيئا فشيئا بفعل عوامل كثيرة كتناقص كميات الهطول المطري أو بسبب استنزاف موارد المياه إما من خلال الاقتداءات على مصادر المياه أو تزايد استغلال المياه بفعل زيادة عدد السكان حتى أصبح الأردن يصنف من بين الدول الثلاث الأولى التي تغاني عجزا كبيرا في المياه على مستوى العالم وهذا ما سهم في تغيير حصة الأردنيين من المياه في غام الف وتسعمائة وستة واربعين كانت حصة الفرد الأردني سنويا تزيد عن ثلاثة ألف وستمائة متر مكعب بينما في غام سبعة وتسعين انخفضت إلى ما يقارب مئة وستين متر مكعب لتواصل حصة الفرد الأردني بالانخفاض حتى وصلت هذا العام إلى مئة وثلاثة وعشرين متر مكعبا سنويا هناك تحديات كبيرة جدا في قطاع المياه وهذا أصبح بديهية موجودة وخاصة أنه نتحدث عن عجز ما يزيد عن خمس وعشرين في المئة إلى ثلاثين في مجال الشرب وعلى مستوى كافة الاستخدامات عندنا ما يزيد عن ثلاثين إلى خمس وعشرين في المئة حصة الفرد الأردني أقل من مئة وثلاثة وعشرين متر مكعب في هذا الصيف يواجه الأردن تحديات كثيرة أبرزها الاختلال المزمن في مقادلة السكان وموارد المياه خاصة مع أحدثه اللجوء السوري حيث يحصل السوريون في الأردن على ثلاثمائة مليون متر مكعب من المياه سنويا في هذا العام بلغت كميات الأمطار المخزنة في السدود الأردنية إلى ما يقارب مائتين وثلاثة عشر مليون متر مكعب أي ما يشكل خبسة وستين بالمئة من السعة الكلية للسدود التي تشهد تناقصا في كميات تخزين الأمطار فيها نتيجة تذبذ بكميات الهطول المطري على الأردن في كل عام تلك الأرقام المهولة التي تنذر بخطر يشتد يوما بعد يوم دفعت المعنيين في قطاع المياه في الأردن للبحث عن حلول للتقليل من حجم الاستهلاك المائي وذلك من خلال الحد من الاعتداءات على مصادر المياه وتغليض العقوبات على المعتدين والبحث عن مشاريع تعتبرها الجهات المعنية مشاريع نوعية لإيجاد مصادر جديدة للمياه كمشروع ناقل البحرين لتخلية مياه البحر الأحمر نحن نسعى بطبيعة الحال إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية هذه المشاريع ترفع من نسبة حسة الفرد الأردني كما هو مشروع البحرين وبتعرف أنه يجب أن نتحدث للمواطنين بالشكل العام ونقمل بأنه مستقبلنا الماء معتمد على مياه التحلية لأنه استنفذنا كافة مصادر المياه الموجودة لدينا في ضوء النقص المتزايد للمياه ما زال الأردن يعتمد على 70% من المياه الجوفية لسد اختياجاته من المياه وذلك برغم الدراسات التي تشير إلى الخطورة الكبيرة التي تهدد المياه الجوفية في الأردن ما يشكل خطرا كبيرا وضغطا هائلا على المياه الجوفية التي تغاني الأمرين بين اعتداء غير مشروع بحفر الآبار المخالفة أو الاستغلال المشروع لها لسد الاختياجات المائية للأردنيين راعد بن طريف رؤيا